إلى حضراتكم إخوة الإيمان أسماء الفائزين في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة من بلاغة القرآن الكريم فاز بجائزة قدرها 1500 جنيه نورة إبراهيم عوض أحمد لصنص أداب قسم تاريخ من محافظة دمياط إيمان أشرف صلاح يونس دبلوم تجارة بمحافظة الأقصر وإذاعة القرآن الكريم إخوة الإيمان تتمنى للجميع دوام التوفيق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كتاب أعكمت آياته ثم فصرت من لدن عجيم خبيل من بلاغة القرآن الكريم آياته محكمات لا نضل بها من بلاغة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم إسماعيل دويدار أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بلاغة القرآن الكريم إبراز المعاني في صورة تصويرية قريبة من الإدراك والفهم كأنها مشاهدة فالصورة القرآنية لا تسعى إلى مجرد البيان والتوضيح للمعاني بل إلى تكسيدها والإقناع بها بما يقتضيه السياق ومن الشواهد على ذلك المعاني المرتبطة بالظواهر الكونية فقد صورها القرآن الكريم بصورة مختلفة كالموج في قصة سفينة نبي الله نوح عليه السلام يقول جل وعلا وهي تجري بهم في موج كالجبال فقد صور سبحانه الموج وارتفاعه بالجبال ليوحي بضخامة الموج وارتفاعه والسياق يقتضي هذه الصورة دون غيرها فقد ورد في السياق القرآني أن ابن نبي الله نوح عليه السلام رد على نداء أبيه بقوله سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فتصوير الموج هنا بالجبال جاء محققا الغرض في تأكيد الإغراق كما أنه جاء متناسقا مع السياق فالسفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي ملأ جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وهذه السفينة تجري على وجه الماء وتسير بإذن الله عز وجل وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه فسبحان من هذا كلامه وسؤال الحلقة الخامسة أين استقرت سفينة نبي الله نوح وقد وردت آيتان في كتاب الله تعالى تشير إلى بساطة مكونات السفينة وأن جريانها كان بحفظ الله تعالى اذكر اسم السورة الكريمة ورقم الآيتين بقيمة علوم الأرض قد جمعت في كل عصر مع الأحداث تنسجم أيها الإخوة المؤمنون للمسابقة جائزتان يوميا قيمة كل جائزة 1500 جنيه ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك مع تمنياتنا بدوام التوفيق من بلاغة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم إسماعيل دويدار